جدد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الإشارة إلى الجهود المتواصلة لسرعة تسليم الأراضي الخاصة بمشروع تنمية مدينة رأس الحكمة للشريك الإماراتي والبدء في أعمال البنية الأساسية لهذا المشروع المهم وقد جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مدبولي لمتابعة المستجدات الخاصة بتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة وكذا موقف التعويضات المقررة لأهالي المنطقة وأوضح مدبولي أن اللقاء يهدف إلى العمل على تدليل أي تحديات وحل أي مشكلات مؤكدا على ما يتم من تنصيق وتعاون في هذا الصدد مع مختلف الجهات المعنية